أكد وزير خارجي عادل جبير على ثوابت المملكة تجاه القضايا الفلسطينية وقال الجبير في كلمته خلال أعمال المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط بباريس أن المملكة تبادرت بإيجاد الحلول للقضية الفلسطينية من خلال قمة فاس في المغرب ومبادرة القمة العربية في بيروت وقمة مكة المكرمة وأصبح تشكل بذلك مرجعية من مرجعية عملية السلام وقال الجبير إن حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلاة هي الأساس الوحيد لحل الصراع وهو المبدأ الذي تدعمه المملكة وبقية أعضاء المجتمع الدولي وأكد الجبير أنه من حق الأشقاء الفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 للميلاد وعاصمتها القدس الشرقية ترجمة نانسي قنقر